اختتم مجلس كنائس الشرق الأوسط اجتماعاته في جمهورية مصر العربية بضيافة كريمة من قداسة البابا توادرس بابا الإسكندرية وحضور غبطة البطريارك بير باتيسيا بات سبالة بطريارك القدس للاتين ودع المجلس في بيانه الختامي إلى نبذ العنف والتعصبي بكل أنواعه وأشكاله وكذلك رفض التطرف والإرهاب والإقصاء والتمييز على أساس الدين والعرق واللون والجنس كما دعاء الاحترام حرية المعتقد وترسيخ قيم المواطنة والحياة المشتركة مع الإخوة المسلمين وناشد المجتمع الدولي لدعم الكنائس في القدس وواجب الحفاظ على الأماكن المقدسة فيها كما يتطلع المجلس بألم شديد إلى نزيف الهجرة الذي يطال المجتمعات المسيحية في المنطقة وفي الختام رفع المشاركون الصلاة من أجل انتهاء الحروب والنزاعات وأحلال الأمن والسلام في الشرق والعالم